بشكل مفاجئ وعلى حين غره خرج الكامن في الظلام إلى العلن وانتشر في الشوارع هذه بغداد مساء الاثنين مشهد يختصر وضع العراق الراهن وينسف ما يدعيه شركاء العملية السياسية ومن قبلهم أمريكا عن مفاهيم الدولة والسيادة والقانون والديمقراطية هؤلاء مسلحون يتبعون لمقتدى الصدر استنفرهم المتحدث باسمه في تغريدة على موقع تويتر وبذات الذريعة المكررة حد الملل تحدث المقرب من الصدر صالح العراقي عن مؤامرة داعشية بعثية لضرب المقدسات لتخرج ميليشيا السرايا إلى الشوارع مدججة بالأسلحة وبالهتافات الطائفية لتؤكد صحة الرأي القائل بأن الذي امتهن القتل والخطف في السنوات الماضية لا يمكن أن يتحول إلى حزب سياسي أو أن يشارك ببناء الدولة ليل بغداد شابهه الحال في عدة محافظات ككربلاء والنجف وبابل ليسقط قناع آخر حاول الصدر ارتداءه فلطالما ندد الرجل بمن يسميهم ميليشيات وقحة ويطالب بحصر السلاح بيد الدولة فإذا به يحصر الدولة في زاوية أظهرت غيابها التام عن المشهد تحرك الصدر بدى رسالة إلى خصومه السياسيين عقب توسع الصراع بينهم كما جاء بعد موجة استهداف منظمة طالت متظاهرين ونشطين في التظاهرات وكأنها محاولة من الرجل لإخماد أي بادرة لاشتعال جذوة الثورة مجددا عقب الهتافات التي رددها ذو شهداء التظاهرات في النجف والتي يبدو أنها أفقدت الصدر صوابه وهذا ما دع صالح العراق إلى تصريح جديد يباهي بما فعلته الميليشيات ليلى بيد أن حديث رئيس الحكومة كان أقل أهمية لا سيما أنه أعاد ذات الإصطوانة قائلا إنه لن يتهاون مع المتجاوزين تصريح قوبل بغضب عارم لا يقل عن الغضب من ممارسات الصدر وميليشياته لكم كان الصمت أوسع للرجل بدلا من هزالة الرد ميليشيا الصدر ومثيلاتها تختلف على المغانم لكنها تتشابه بالممارسات فميليشيا العصائب استنفرت قبل عام عندما أحرقت مقارتها وبذات الذريعة حماية المقدسات والمرجعية ما يظهر بعين اليقين المحضة أن إطلاق وصف الدولة على الوضع في العراق يعد ظلما لكل مفاهيم السياسة إن لم يكن كذبا وتزويرا للحقيقة